لا ندعم أي عملية عسكرية كبيرة في رفح وأي عملية في رفح في ظل وجود المدنيين ستكون لها تبعات خطيرة نخوض محادثات مع إسرائيل منذ أسابيع بشأن عملية رفح وكل خطواتنا تهدف لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين عملية ستزيد المأساة وتضاعف من الأزمة الإنسانية في غزة هكذا لخص الأمين العام أنتونيو جوتيريش ما ينتظر رفح ونازحوها إذا العملية الإسرائيلية الوشيكة على مدار الأسابيع الماضية حذر جوتيريش من العواقب الإنسانية الكارثية التي ستحل على المنطقة برمتها إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديداتها باشتياح رفح حتى أطلق آخر صيحته في مجلس الأمن في ضوء التحضيرات الأمريكية الإسرائيلية لعملية مرتقبة وبينما تقول إسرائيل إنها تضع في اعتبارها عدم بدء الغزو إلا بعد إجلاء المدنيين في المدينة والتأكد من أنهم سيكونون قادرين على مواصلة تلقي المساعدات الإنسانية عند إعادة توطينهم لكن لا ملامح حتى الآن لقدرة إسرائيل على تنفيذ المخطط بهذه السلاسة في ظل اقتضاد رفح تستضيف رفح حاليا أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ نزحوا إليها من مناطق متفرقة بغزة وبذلك يكون عدد سكان رفح قد تضاعف خمس مرات مع فرار الناس من القصف وبموجب أوامر الإخلاء القصري الاقتضاد السكاني دفع الآلاف إلى نصب الخيام على مساحات واسعة من المدينة التغطي الخيام مساحة تقدر بحوالي 3.5 كم مربع في وقت فضل العديد من النزحين البقاء في الجزء الغربي من المدينة القريب من البحر خشية تعرضها لاجتياح من الجهة الشرقية القريبة من الحدود مع إسرائيل يتقسم الخيمة بحسب تقديرات حقوقية ما يزيد عن 20 شخصا وكل يوم يمثل كفاحا للمواطنين للعثور على الغذاء والماء حيث يواجه جميع سكان قطاع غزة الآن مستويات من الجوع مع خطر المجاعة الذي يزداد يوما بعد يوم هكذا يموت الكثير ببطء بينما الأعين شاخصة صوب الأخطار التي تقلق مضاجعهم